بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد علالي وصحبه أجمعين قلنا لما يذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لازم نقوله إحناه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد شنو نقوله؟ اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد آي واو بصوت عالي ونقوله ونقولها بقوة ومن خبوش اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى انتم لازم نقولها أولاداتي ابنياتي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله يومكم مبارك وإن شاء الله قصة مباركة علينا وعليكم ولازم بعون الله تعالى نستفيد ونقولنا من أي قصة أو الكلام الكلام له معنى وكلام له هدف وكلام له توجيه مش غاركي كلام ده دي دي ده بدوه ده بدوه وخلاص ونوضر روحه يلا ولادات ابنياتي خلينا أحكي لكم قصة اسغوية بتي قصة حلوة قصة مليحة كان يما كان في قديم الزمان واحد بيشري بير اللاد من هنا ولاد من هنا وشاف من هنا وبعدين يجيه واحد واحد لكن بينا عليه واحد يا لطيف نصاب واحد مش كويس اتفاهموا شافوا البير قاسوا البير قداش تبيعه قداش زي ما تقوله خمسمية ستمية سبعمية تفقوا عليه ألف جنيه هذك البير اخدا هذك الفلاح البير ودفعه حقه ومشي أموره تاني يوم جاء الراجل هداي بيستعمل البير قلهموا للبير لا يفتح لك ربي انا باعت لك البير ما بالك ليش لمية المية مش للبيع المية هدية وتامنها تاني زي تدفع زي ما اقول خشرت البير بلف لكن المية تبيي ألف تاني معناها البير بيكلفك ألفان قد يجيش شني شني بير بلا من المية معناها رجلا مفيش بير قد western أسارينا قال ليه المية نية؟ قالها كويس مدام المية ليك انت قيم المية تكتره انت بعت البير نبو البير فاضح لان حصل هذكاي كيب يقيم هذكاي من البير؟ تورط قد قادي السيدة القادي الدكي قال ليه ما لا خلاص خلي البير لهذا الراجل لانه يشراه بشراه شراه البير بميته مش بلا مية شفتوا دكاء القادي القادي استعمل ذكاه واستعمل فطنة متاعه واستعمل البديهة وفيه سعى تصرف وباع رد البير بميته لهذا الفلاح ولا هذا الراجل اللي يشراه البير قادي تاني قادي تاني حتى هو ذكي وحتى هو ممتاز وحتى هو كده وحشري حوش يشري حوش حوش كويس فلينة حلوة ممتازة وبعدين بعد فترة جاي بيهد الصور بيغير الصور جاب زي ما تقول يتيسان وجاب طلاطوري وجاب كده هدى ذكى الصور وهم هدى في الصور يلقوا كنث يلقوا دهب خذين دهب من هنا بشري ممتازة قال تعالى تعالى سيدي يا ممتازة ممتازة راه واني لقيت فيه دهب وفلوس واني بصراحة حاجة مش لية أني ما ناخد هاش انا شريت حوش من هذا السيد بعدين ايام ايام بنهد الصور بنغير الصور بندير صور تاني لقيت فيه خزنة اذهب وقيت فيه فرخية فاذهب ارفعت هذه المولا الحوش اللي شريتها منها قال مش ليه واني مش ليه بصراحة كيف نديروا فيها هالدهب هداي خمم القاضي خمم القاضي قال لي ما له الحوش عندك صغار انت قال لي عندي ولد انا قال لي وانت مولا اللي شريت الحوش اللي بيعت الحوش عندك صغار قال لي عندي ابن قال لي خلاش جوزوهم لبعضهم وعطوهم الدهب لهم هما الزوس حلت القضية ويقولك يا ذاكا للسيد القاضي القاضي الدكي القاضي الرائع القاضي اللي عنده دماغ وعنده ونبا عطيه عطيه للولد والبنت اللي جوزوا جديد وهذا قاية شفتوا فيه صدقوا انه فيه هذا يقول ادهب مش ليه وهذا يقول ادهب مش ليه فيه فيه يا ولاداتي يا ابنياتي فيه فيه الناس النظاف الناس النظيفة الناس النازية الناس اللي ما تكلش المال الحرام الناس اللي ما تطلع منش وما تكلش المال العام الناس الباهية الناس الواعية الناس اللي مقتنعة اللي تقول اللهم قنعنا بما رزقتنا ووالله أي واحد مقتنع بما رزق المولد سبحانه وتعالى لازم ربي يباع بحاله ولازم ربي يجيبها القدام شفتوا دكاء القضاء في القصتين القصة الأولى متاع البير والقصة الأولى متاع الحيث ولادات ابنياتي إن شاء الله تكونوا استفدتوا واتعطتوا من هذه القصة الباهية الجميلة أنتوا كذلك ولاداتي ابنياتي ونواطق حتى الكبار يتفرجوا ما عليش بحد هو الله ما وقال لكم واحد يتفرجوا مع الصغيرة حتى أنت نتمنوا أن تستفيدوا ونتمنوا أنكم تكونوا مقتنعين بما رزقتم من المولد سبحانه وتعالى ولاداتي ابنياتي إن شاء الله في قصة جديدة في يوم جديد في حكمة جديدة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر